اشتركوا في القناة فإذا أراد الصلاة كان يجعل الكعب المكرمة بينه وبين بيت المقدس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع يجمع بين الكعب المكرمة وبيت المقدس فظل الرسول صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا يصلي تجاه بيت المقدس وكان يحب قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام فكان بعد أن يفرق من الصلاة ينظر إلى السماء ويقلب بصره في السماء فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قد نرى أيها الرسول كثرة تسريح نظرك وتحول وجهك إلى السماء أملا وانتظارا وتطلعا لنزول الوحي عليك في شأن القبلة فلنولينك ولا نصرف أنك عن قبلة بيت المقدس إلى قبلة تحبها وترضاها وهي بيت الله الحرام فولي وأصرف وجهك تجاه بيت الله الحرام وأينما كنتم أيها المسلمون وأردتم الصلاة فتوجهوا أيضا إلى بيت الله الحرام قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه كان أول ما نسخ في القرآن القبلة معنى النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه من القرآن أو السنة ورغم أن هذه الآية الكريمة هي أصل الحكاية وبداية قصة تحويل القبلة إلا أنها جاءت متأخرة عن باقي آيات تحويل القبلة وبنسمي هذا في البلاغة اسلوب التقديم والتأخير للفت النظر والتشويق والإثارة قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه رغم أن عاطفة الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه بيت الله الحرام وكبلة إبراهيم عليه السلام قوية وجياشة إلا أنه أطاع أمر ربه وتوجه لبيت المقدس في صلاته وهذه شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم فبادر الحق عز وجل في إرضاء حبيبه وهو قائم يصليه فبعد أن صلى رقعتين تجاه بيت المقدس أمره الله عز وجل بتحويل القبلة تجاه بيت الله الحرام فصلى رقعتين قد قد تأتي مع الفعل الماضي أو الفعل المضارع فإذا جاءت مع الفعل الماضي تفيد التحقيق والتأكيد كما أقول قد رأيت صديقي فإذا جاءت قد مع الفعل المضارع لغير الله فهي تفيد التقليل كما أقول قد يصدق الكذوب وإذا جاءت قد مع الفعل المضارع لله عز وجل فهي تفيد التكثير كما في الآية الكريمة قد نرى تقلب وجهك في السماء فهذا يفيد كثرة رؤية الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى السماء وتفيد أيضا التحقيق والتأكيد واكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بتقليب بصره في السماء بشدة أدبه مع ربه وشدة حيائه صلى الله عليه وسلم قد نرى في هذه الآية إثبات لصفة الرؤية عند الله عز وجل بما يليق بجلاله وعظمته ولماذا يقلب الرسول صلى الله عليه وسلم نظره في السماء لأنه ينتظر نزول الوحي من أعلى وفي هذا إثبات لصفة العلو لله عز وجل بما يليق بجلاله وعظمته وهل هناك دليل أكبر على شرف وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم من تحويله لقبلة يرضاها إن كان ظاهر الآية الكريمة أن السبب في التحول في القبلة هو إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحقيقة المجردة أن رضى الرسول صلى الله عليه وسلم في رضى الله عز وجل فلن ولينك قبلة ترضاها ونرضاها أيضا لك وللمسلمين صرف المسلمين لقبلة بيت المقدس كان لحكمة وتحويلهم مرة أخرى إلى قبلة إبراهيم عليه السلام كان لحكمة وكان لابد من الخروج من دائرة التبعية لليهود في القبلة والاستقلال والتميز عنهم لنكون بحق أمة وسطا فولي وجهك شاطرة للمسجد الحرام أي فاصرف وحول وجهك تجاه المسجد الحرام أثناء الصلاة ولكن أي جزء في المسجد الحرام تحديدا هو القبلة هل هو جبل الصفا أو المروة هل هو مقام إبراهيم أم الكعبة المكرمة جاءت الإجابة على هذا السؤال في السنة النبوية الشريفة قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منها فلما خرج رقع رقعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة فأجمع العلماء على أن القبلة تحديدا هي الكعبة المكرمة ولماذا سمي المسجد الحرام بهذا الاسم لأنه محرم عند الله عز وجل ومحرم أيضا عند المسلمين ويمتنع فيه ما لا يمتنع في غيره من أي مكان في الأرض إلى أي جهة ينظر المصلي وهو قائم بين يدي الله قال الإمام المالكي ينظر جهة البيت الحرام والدليل فولي وجهك شطرة للمسجد الحرام أما الإمام الشفعي والإمام أحمد بن حمل فقال أن النظر يكون محل السجود وكلاهما صحيح وحتى لا يتوهم أحد أن الخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة من كان ببيت الله الحرام وهو يعاين ويشاهد الكعبة المكرمة فليتجه بوجهه إلى الكعبة المكرمة ومن كان بمكة فليتجه ناحية المسجد الحرام ومن كان خارج مكة فليتجه ناحية مكة فمن ترك القبلة عمدا فصلاته باطلة ويجب إعادتها مرة أخرى وهناك بعض الاستثناءات عندنا مثلا صلاة النافلة في الصفر وصلاة المريض الذي لا يقدر على الاتجاه للقبلة وصلاة المقيد والمصلوب في اتجاه غير اتجاه القبلة وصلاة الأسير المحبوس عن القبلة ومن اجتهد في تحر القبلة ولكنه أخطأ في تحديدها جزاكم الله خيرا بوئي بوئي باي 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 باي